بغاية المساهمة في تأهيل وإعادة وإدماج العناصر المورطة في قضايا إرهابية ووضع أليات التعاون والتنسيق بين الفاعلين والشركاء من مختلف الهيكل الحكومية المعنية بمجال مكافحة الإرهاب نظم القطب الأمني لمكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة وبمشاركة وزارة العدل وبتعاون مع الاتحاد الأوروبي نظم دورة تكوينية حول مرافقة العناصر الإرهابية السجينة والمسرحة تحت شعار التأمين وإعادة الإدماج وذلك لفائدة منتسيبية الوزارات المتدخلة في المشروع النموذجي ريادة الذي انطلق العمل عليها منذ سنة 2200 و2000 وذلك لضمان تأمين المجتمع وإعادة العناصر الإرهابية المسرحة للحياة الطبيعية بشكل آمن دورة تكوينية ستكون على امتداد خمسة أيام وستمثل فرصة لمزيد تنسيق الجهود في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتطرف العنيف في جزئها المتعلق بدعم الأجهزة العدلية والأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر